أضرب لكم مثالاً من هذا الذي أشرت إليه قبل قليل من تحريف التقاويم وتحريف التواريخ التعريخ الميلادي الذي يعمل به الآن في كل أنحاء العالم ونحن نعمل به أيضاً وهو تأريخ شمسي والنسيئيون يقيسون عليه يقيسون ثبات شهور سنتهم القمرية وفقاً للتعريخ الميلادي الشمسي الموجود الآن بيننا عدوا إلى كتب التعريخ عدوا إلى الموسوعات التعريخية وإلى الوثائق ستجدون كلاماً كثيراً وكثيراً جداً وهو كلام صحيح يرتبط بالتحريف الكثير الذي طرأ على هذا التقويم عبر الزمان سألخص لكم المطالب هذا التعريخ الميلادي الشمسي الذي بين أيدينا هذا أصله أصله تعريخ تقويم روماني الرومان هم الذين وضعوه قبل الميلاد وجعلوا بداية التعريخ السنة التي أسست فيها مدينة روما عاصمتهم عاصمة الرومان مدينة روما وما كان لها من سمعة وهيبة وحضارة في زمانها الرومان نظموا لهم تقويماً تأريخياً وفقاً للنظام الشمسي وما زجوه بعد ذلك بالنظام القمري البداية من تأسيس مدينة روما سبعمية وثلاثة وخمسين قبل الميلاد آكذا يقول أكثر المؤرخين هناك من يقول من أنها أسست سنة سبعمية وخمسين قبل الميلاد ما هو بفارق كبير فمدينة روما أسست سنة سبعمية وثلاثة وخمسين قبل الميلاد ومن هذه السنة بدأ التأريخ الروماني ما علاقة التأريخ الميلادي الذي هو مرتبط بميلاد المسيح ما علاقة التأريخ الميلادي بالتأريخ الروماني الذي هو تأريخ لتأسيس مدينة روما واستمر الحال حتى عند المسيحيين يؤرخون بالتأريخ الروماني الذي يعتمد في بدايته على تأريخ تأسيس مدينة روما سبعمية وثلاثة وخمسين سنة قبل الميلاد سنة خمسمية واثنين وثلاثين كان هناك راهب مسيحي أرمني اقترح أن يبدل هذا التقويم وأن يبدأ التأريخ من سنة ميلاد يسوع من سنة ميلاد المسيح يعني إلى سنة خمسمية واثنين وثلاثين ما بعد ولادة المسيح وفقا لما هم يقولون سأحدثكم بنحو موجز عن تأريخي وولادة المسيح المسيحيون لا يملكون معلومة ولا دليلا على ذلك وأنا لا أتحدث في زاوية مظلمة أنا أتحدث عبر الأخمار الصناعية وإذا كان كلامي ليس صحيحا فليرشدون إلى مصدر إلى كتاب يستدلون به على تأريخ واضح ومشخص لولادة أسيد المسيح لا يملكون ذلك على أي حال إلى سنة خمسمية واثنين وثلاثين ما بعد ولادة المسيح المسيحيون يعملون بالتقويم الروماني الذي بدايته تأسيس مدينة روما ومثل ما قلت لكم هناك راهب مسيحي أرمني إنه الراهب ديو نيوسيوس هو هذا الذي اقترح هذا الاقتراح أن يغير التأريخ الشمس الذي يعتمدون عليه وأن يبدأ من سنة ميلاد المسيح قطعا وفقا لما أرخه الرومان باعتبار أن الرومان أرخوا من أن تأريخهم يبدأ من سنة سبعمية وثلاثة وخمسين قبل ميلاد المسيح فبدأ العمل بالتأريخ الميلادي من هذه السنة المسيحيون لا يعرفون بالدقة تأريخ ميلاد المسيح وإنما مجمع نيقيا الكنسي سنة ثلاثمية وخمسة وعشرين ميلادي لم يكن التأريخ الميلادي موجودا لكن هذا يقال تقديرا وإلا كان العمل بالتقويم الروماني سنة ثلاثمية وخمسة وعشرين ميلادي تقديرا في ذلك الوقت مجمع نيقيا الكنسي وهذا شيء معروف في التأريخ المسيحي حددوا مولد السيد المسيح في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الذي هو من شهور السنة الرومانية هذه الأسماء أسماء الرومانية الرومان وضعها المسيح ولد في فلسطين ولغة المسيحيين الأصلية هي اللغة العبرية واللغة العبرية في أصلها هي لغة آرامية هي لغة إبراهيم الخليل وإبراهيم الخليل عراقي خرج من أور ولغة شعب أور لغة آرامية وبتعبير العرب القدماء لغة نبطية بتعبير علماء الآثار في زماننا لغة آرامية وبتعبير العرب القدماء لغة نبطية فإبراهيم نبطي إبراهيم الخليل آرامي اللغة الآرامية تحورت بعد ذلك وتغيرت فسميت باللغة العبرية نسبة إلى العبرانيين لأنهم عبروا نهر الأردن فأهل فلسطين الذين كانوا يعيشون في فلسطين يسمون الأقوام الذين يعبرون نهر الأردن وبعد ذلك يستقرون في فلسطين يسمونهم بالعبرانيين قد عبروا قد عبروا نهر الأردن ومن هنا جاءت التسمية للغة الآرامية التي كان يتكلم بها إبراهيم الخليل وهي لغة العراقيين القدماء سميت باللغة العبرية أو العبرانية فلغة عيسى المسيح هي هذه ما علاقتهم باللغة الرومانية نعم الرومان كانوا يسيطرون على فلسطين أنا لا أريد أن أحدثكم عن كل التأريخ الوقت لا يكفي لذلك هذه المطالب يفتح بعضها على البعض الآخر في مجمع نيقيا الكنسي سنة ثلاثمئة وخمسة وعشرين للميلاد تقديرا آنذاك أقر الآباء الكنسيون رجال الكنيسة في ذلك الوقت أقر أن مولد يسوع في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر وكانت ولادته عند منتصف الليل ولذا هم أتحدث عن المسيحيين يقدسون ليلة الخامس والعشرين من شهر ديسمبر لأن المسيح ولد في منتصف هذه الليلة بحسب ما قرره الآباء الكنسيون الأناجيل الأربعة التي بين أيدي المسيحيين والتي تحدثت عن عيسى المسيح لا يوجد فيها لا من قريب ولا من بعيد ذكر لتأريخ ولادة يسوع وكذلك في كتب تفسيرهم أنا لا أحدثكم حديثا جزافيا إنما أتحدث عن اطلاع وعن تحقيق وتدقيق فأناجيلهم لا يوجد فيها تأريخ لولادة عيسى المسيح مع أن أناجيلهم هي كتب سيرة لعيسى المسيح لأنها كتبت وكتبت بعد مقتل المسيح بحسب عقيدتهم من أن المسيح قتل فهذه الأناجيل ما هي بإنجيل عيسى الذي نعتقد به نحن المسلمون لأن المسيحيين لا يعتقدون أن لعيسى إنجيل هناك إنجيل يسوع يعدونه من الأناجيل المكذوبة المسيحيون لا يعتقدون أن يسوع كان عنده إنجيل وإنما الأناجيل نزلت على القديسين بعد صلب يسوع وبمدة زمانية طويلة أقدم الأناجيل ربما نزل بعد يسوع بعد مقتل يسوع وارتفاعه إلى السماء بثمانين سنة والبعض يقول بستين سنة بستين إلى ثمانين سنة هذا أقدم الأناجيل الأربع أنزله روح القدس روح القدس هو الذي أنزل الأناجيل أوحى بها على القديسين فحينما نقول إنجيل متى إنجيل متى أن روح القدس هكذا يعتقد المسيحيون أوحى إلى القديس متى بهذا الإنجيل وكان هذا بعد صلب عيسى وارتفاعه إلى السماء بزمن طويل فالأناجيل خلية من ذكر تأريخ ولادة عيسى كذلك كتب التفسير التي فسرت هذه الأناجيل وشرحتها كتبهم القديمة خلية من ذلك وإنما آباء الكنيسة هم الذين اقترحوا تأريخ ولادة المسيح عيسى في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر وبالمناسبة هذا اليوم كان يوما مباركا عند الرومان في ديانتهم الوثنية اليوم الخامس والعشرون من شهر ديسمبر هو يوم لتكريم إله الشمس عند الرومان الآباء الكنسيون اختاروه يوما لمولد عيسى المسيح في رواياتنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ولادة عيسى المسيح في حزيران هذا في حديث العترة الطاهرة عيسى المسيح ولد في حزيران وليس في كانون الأول وليس في ديسمبر هذه الرواية وأمثالها تشير إلى أن التقويم الشمسية معتمد عند أئمتنا وأنتم تعرفون الأحاديث التي أخبرتنا عن ماء نيسان وهذا شهر من شهور السنة الشمسية وماء نيسان له خصوصيته هذا أمر مذكور في الروايات والأحاديث هذه الروايات وأمثالها تشير إلى أن الأئمة يعتمدون النظام الشمسية ولكن في الشؤون الدنيوية للناس مثلما يتحدثون عن ماء نيسان حتى يستطيع الناس أن ينتفع من ماء نيسان ولم ينسبوه إلى الأشهر القمرية وهذا دليل من الأدلة التي يمكننا أن نضيفها إلى أن الأشهر القمرية متحركة ولذا ولذا فإن الأئمة لم ينسبوا ماء نيسان مثلا إلى شهر ربيع الثاني وإنما نسبوه إلى الشهر الشمسي لأنه ثابت ولم ينسبوا ولم ينسبوا الماء إلى الشهر القمري لأن الأشهر القمرية متحركة هذه دلائل واضحة في أن الأئمة يعتمدون التقويم الشمسية ويوجهون الناس للاعتماد عليه في شؤونهم الدنيوية وأما التقويم القمري فإننا نعتمده في شؤوننا الدينية لأن الأهلة مثل ما جاء في الآية التاسعة والثمانين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة هي مواقيت للناس والحج هي مواقيتنا الدينية فولادة عيسى المسيح بحسب رواياتنا في حزيران هم لا يملكون نصا عن ولادة عيسى المسيح فجعلوا ولادته في يوم هو عيد وثني عند الرومان أقرأ التاريخ هل القضية وقفت عند هذا الحد لم تقف القضية عند هذا الحد غريغوريوس الثالث عشر الذي كان بابا الفاتيكان في القرن السادس عشر الميلادي عبث عبثا كبيرا بالتقويم الميلادي وهذا العبث لا زال موجودا إلى يومنا سنة الف وخمسمية واثنين واثمانين ميلادي باستشارات من علماء فلك مسيحيين قدمت لهذا البابا من أن عيد الفصح الإيستر إذا استمر التقويم على هذا الحال في السنوات القادمة لن يكون في فصل الربيع لأن الأعياد المسيحية الدينية مثل ما قلت لكم في الحلقات الماضية هي وفقا للتقويم القمري لكنهم يقومون بعملية مواءمة بين التقويم القمري والشمس الذين يعيشون هنا في أوروبا يعرفون الإيستر وهو أهم أعيادهم ودينيا يعد الإيستر أهم من عيد الميلاد عيد القيامة الإيستر الإيستر لا يأتي في موعد شمسي ثابت وإنما يتحرك قد يأتي في نهاية الشهر الرابع قد يأتي في وسطه قد يتحرك إلى الشهر الخامس فعيد عيد القيامة متحرك لأن الأعياد الدينية مثل ما هي عندنا عند المسلمين قمرية عند المسيحيين قمرية وعند اليهود قمرية فهؤلاء الفلكيون قالوا لبابا الفاتيكان من أن التقويم الميلادية إذا استمر على حاله هذا في السنوات القادمة فإن عيد الفصح لن يأتي في الربيع وهم يريدون أن يبقى عيد الفصح في الربيع لعقيدة دينية عنده فأصدر فتوى بتغيير التعريخ أصدر فتوى بتغيير التعريخ أن حذفوا عشرة أيام من شهر أكتوبر لأن الفتوى صدرت في شهر أكتوبر سنة ألف وخمسمية واثنين واثماني كانت في اليوم الرابع من شهر أكتوبر في اليوم الثاني الرخوه بالخامسة عشر يعني قفزوا من يوم أربعة إلى يوم وخمسطعش حذفوا ما بين يوم أربعة ويوم وخمسطعش من أيام أكتوبر في تلك السنة قطعاً هذا سيؤدي إلى زحف في التعريخ ومن هنا فإن الكنائسة الشرقية لا تحتفل بعيد الميلاد في اليوم الخامس والعشرين من كانون الأول من ديسمبر وإنما يحتفلون ما بين اليوم السادس والسابع من كانون الثاني لأن الفارقة الذي حدث بسبب ما فعله بابا الفاتيكان سنة ألف خمسمية واثنين واثمانين ميلادي الفارق وصل إلى ثلاثة عشر قطعاً هناك كنائس تحتفل في اليوم الخامس عشر من كانون الثاني وهناك كنائس وهي قليلة جداً تحتفل في اليوم التاسع عشر من كانون الثاني اختلافات في التقاويم وليكن معلوماً هذا التقويم الميلادي لا تعترف به كل الكنائس المسيحية مثل ما بيّنت لكم وحتى دول العالم لم تعترف به إلا ما بعد الحرب العالمية الأولى في القرن العشرين اعترف به رسمياً أنتم تتصورون أن التقويم الميلادي هذا معمول به منذ يوم ولادة المسيح أساساً المسيحيون لا يعرفون تأريخ ميلاد المسيح وجعلوه في يوم هو من الأعياد الوثنية عودوا إلى كتب التأريخ ودققوا وابحثوا هذه حقائق هذا ما هو هراء من القول التأريخ الروماني نفسه السنة الرومانية في بدايتها كانت عشرة أشهر لم تكن السنة الرومانية في بداية التقويم الروماني تتألف من اثني عشر شهراً وإنما كانت تتألف من عشرة أشهر ثم بعد ذلك جعلوها تتألف من ثلاثة عشر شهراً ثم غيروها إلى اثني عشر شهراً عدد أيام الأشهر أيضاً كان مختلفاً فيه عبر السنين حينما قر قرارهم على أن تكون السنة الشمسية الرومانية تتألف من اثني عشر شهراً جعلوا جعلوا الأشهر الفردية واحداً وثلاثين والأشهر الزوجية ثلاثين إلا ما يرتبط ما يرتبط بالشهر الثاني الذي هو زوجي لابد أن يكون ثلاثين لكنه بسببي اليوم الكبيس جعل جعل ثمانية وعشرين يوماً وفي السنة الكبيسة في كل أربع سنوات يزداد يوماً فيصبح شهر شباط تسعة وعشرين يوماً لما صار يوليوس قيصر هو الإمبراطور إمبراطور الرومان سمي الشهر السابع باسمه يوليوس يوليوس قيصر الذي يقال له في اللغة الإنجليزية جولاي يوليوس سمي الشهر السابع باسمه بعد أن مات يوليوس قيصر بعد أن قتل قتل قتلاً يوليوس قيصر صار الإمبراطور من بعده ابنه بالتبني أوغاستس والذي سمي الشهر الثامن باسمه أوغاست الشهر الثامن بحسب التقويم الأول الأصل كان ثلاثين يوماً لأنه شهر زوجي كما قلت لكم الأشهر الفردية كل شهر منها يساوي واحداً وثلاثين من الأيام والأشهر الزوجية كل شهر منها يساوي ثلاثين يوماً فلماً فلما سمي باسمي الإمبراطور حتى لا يكون أقل شأن فأضاف يوماً إلى شهر آب إلى شهر أوغاست وجعلوا واحداً وثلاثين وجعلوا شهر أيلول ثلاثين فانكسرت القاعدة لأن شهر أيلول وهو الشهر التاسع في لسانهم في اللسان اللاتيني الروماني سبتمبر سبتمبر هو الشهر التاسع بحسب السنة الرومانية التي تتألف من إثنى عشر شهر يفترض أن يكون واحداً وثلاثين لكنهم نقلوا يوماً من إلى الشهر الثامن كي يتساوى شهر يوليوس قيصار الإمبراطور مع شهر أوغستس الإمبراطور فسيكون التاسع ثلاثين أكتوبر العاشر هو ثلاثون لأنه زوجي جعلوه واحداً وثلاثين ثم ذهبوا إلى نوفمبر وهو الحادي عشر يفترض أن يكون واحداً وثلاثين جعلوه ثلاثين وانتقلوا إلى ديسمبر وهو الثاني عشر يفترض أن يكون ثلاثين بحسب ما وضعوا من تقويم فجعلوه واحداً وثلاثين فتلاحظون في النصف الأول الأشهر الزوجية أيامها ثلاثون شباط لم يكن واحداً وثلاثين ولكن له خصوصية اليوم الكبيس نيسان الرابع ثلاثون حزيران السادس ثلاثون آب الثامن ثلاثون ولكنهم أخذوا يوماً من التاسع فأضافوه إلى الثامن كي يتساوى الشهر السابع مع الشهر الثامن لأن الشهرين سمي بأسماء الأباطرة بأسماء أباطرة الرومان ثم غيروا في بقية الأشهر فجعلوا النصف الثاني من السنة جعلوا الفردية منها تكون أيامه ثلاثين وجعلوا الزوجية منها تكون أيامه واحداً وثلاثين هكذا يعبث السياسيون ويعبث ويعبث رجال الدين ليس في التقويم الميلادي المسيحي أو في التقويم الروماني الشمسي هذه الحكاية هذه الحكاية موجودة في كل الأمم ومر الكلام كيف أن العرب حرفوا التقويم القمرية في الجاهلية بالطريقة النسيئية وبعد ذلك عمر بن الخطاب حرف التأريخ الهجري فنقل بداية السنة الهجرية من شهر ربيع الأول إلى شهر محرم والآن النسيئيون يحرفون التأريخ القمرية أيضاً بخصوص حركة الشهور القمرية هذه العملية موجودة على طول التأريخ ملاحظة مهمة لا بد أن تعرفوا معنى سبتمبر سبتمبر أتعرفون ما معنىه سبتمبر يعني الشهر السابع لماذا هو الآن التاسع لأنه حينما كانت السنة السنة الرومانية تتألف من عشرة أشهر كان شهر سبتمبر هو السابع وأكتوبر الثامن في اللغة اللاتينية عودوا إلى القواميس هذه كلمات اللاتينية سبتمبر سبتم في اللغة اللاتينية يعني سبعة سبتم س اي بي تي اي ام سبتم يعني سبعة في اللغة اللاتينية حينما يضيفون إليها بي اي ا تتحول الكلمة من ناو إلى اجكتف يعني من اسم عددي إلى صفة عددية سبتم سبتمبر السابع ونفس الشيء اكتوبر اوكتو او س تي او اوكتو يعني ثمانية باللغة اللاتينية يضاف إليها بي اي ا فتتحول من ناو من اسم عددي إلى اجكتف إلى صفة عددية فيكون الثامن وهكذا نوفمبر التاسع وديسمبر العاشر ديسمبر تعني العاشر حينما نقول شهر ديسمبر يعني الشهر العاشر في اللغة لكنه الآن هو الثاني عشر فدلانة اسماء الشهور لا معنى لها لأن التقاوم تتغير وتتبدل وتتعرض للتحريف السياسي والديني وتتطور عبر الزمان بحسب حاجات الناس وهذا هو الذي يقوله القرآن عن تقويم الزمان بالنسبة لنا ماذا جاء في سورة المزمل في الآية العشرين علم أن لن تحصوه علم أن لن تحصوه لن تستطيع أن تحصو الزمان بدقة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الحديث عن ثلثين وعن نصف وعن ثلث هذه تقادير عرفية ليست دقيقة الله والله يقدر الليل والنهار بدقة كاملة علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن كل تقاويم الأمم إذا أردنا أن نبحث في تأريخها فهي قد تعرضت لمثل هذا وأكثر كلمة لنابليون بونابرد يقول التأريخ كذبة كذبناها ونحن صدقناها نحن كذبناها ونحن صدقناها فحينما تتحرك الأشهر القمرية هذا ضمان ضمان لأن التحريف سيصحح عبر السنوات مثل ما جرى في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وآله شخص أن الحج سيقع في هذه السنة في سنة العاشرة من الهجرة في شهر ذي الحجة لأن الأشهر تدور فحينما تدور يصحح العبث الذي يقوم به العابثون هذه حكمة وحكمة مهمة جدا من ربط العبادات الدينية والشؤون الدينية بالتقويم القمر المتحرك التقويم الشمسي الثابت إذا ما طرأ عليه التحريف ستبقى آثاره ثابتة الصورة الموجودة في الأذهان معكوسة معكوسة من أن التقويم الشمسي صحيح ومن أن التقويم القمرية ليس صحيحا الصورة معكوسة معكوسة ولهذا فإن التحريف في التعريخ الشمسي لا يضيرنا لأننا ننظم أمورنا الدنيوية عليه حتى يظهر إمام زماننا وحينئذ سيضع النقاط على الحروف في التعريخ الشمسي وفي التعريخ القمري وبالدقة المتناهية التعريخ الشمسي تعرض لتحريف كبير لكنه لا يضيرنا لا يضيرنا في شيء وهذا الذي يوضع من معادلات رياضية للتحويل من الشمس إلى القمر ومن القمر إلى الشمس ليس صحيحا لا يعطي نتائج صحيحة بالمطلق في أحسن الأحوال يعطي نتائج تقريبية لأن الرياضيات ما هي بعلم غيب وحينما توضع معادلات رياضية إذا كان بعض الأطراف مجهولا فكيف تكون النتائج صحيحة حتى لو سلمنا أن التعريخ الشمسية لم يتعرض لتحريف وأن التعريخ القمرية لم يتعرض لتحريف كيف نعلم أن شهر رجب في السنة الشمسية الكذائية كان ثلاثين يوما من أين نعلم هذا عبر مئات السنين أو من أنه كان تسعة وعشرين يوما فلربما كان تأريخ الواقعة التي نريد أن شخصها كانت في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب من أين تعلم المعادلة الرياضية من أن الواقعة حدثت في هذا اليوم وشهر رجب يحتمل فيه أن يكون ثلاثين وأن يكون تسعة وعشرين فأطراف المعادلة ليست معلومة بالدقة من هنا فإن التقدير سيكون تقريبيا لا توجد في الأرض معادلة واحدة يمكن أن نعتمد عليها في تحويل الشمس إلى هجر قمري أو تحويل الهجر القمري إلى شمس لا توجد معادلة واحدة إلا إذا إلا إذا عرفنا بالضبط كم عدد أيام الأشهر في كل السنين الماضية وكيف نعلم بذلك حتى لو كانت عندنا تقاويم لكل السنين الماضية فإن التقاويم في بعض الأحيان تثبت بداية الشهور ونهاية الشهور على أساس عدم الرؤية للهلال وربما عدم الرؤية سببه الغيوم فإن الهلال قد ظهر لكننا بسبب الغيوم ما رأينا هذا الخطأ حينما يقع بسبب عدم قدرتنا على الرؤية سيصحح عبر حركة الأشهر القمرية عبر السنين ومن هنا فإن التقويم القمرية يحمل في داخله تصحيحا ذاتيا ولكن عبر السنين بينما التقويم الشمسي ليست فيه هذه الخصيصة التحريف الذي طرأ عليه من قبل أباطرة الروم بقي موجودا إلى اليوم والتحريف الذي طرأ عليه من قبل آباء الكنيسة المسيحية باقي موجودا فيه لحد الآن هذه هي الحكاية بشكل واضح وعرفوا من أن أئمتنا حينما جعلوا التقويم الشمسية لشؤون الدنيا وجعلوا التقويم القمرية لشؤون الدين إنما وضعوا الأمور في أفضل ما يمكن أن تكون وضعوا الأمور في نصابها الصحيح نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر